بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة مع كتاب بيال لغيكم بروندر طبعا نستأنف مع ما تبقى من موضوع غوناغ إلي بوصان كما رأينا فيما سابق غوناغ إلي بوصان كما نقول تعلبون والأسماك تعلبون والأسماك طبعا يتبقى لنا هذه الفقرة هناك هناك وفوكبوليك لنصنع بعد الكلام أو شرحة هناك لن أولا سنعنى لغي سنعنى لغي على الدخول سنعنى لغيك سنعنى لغيك سنعنى لغيك رغضي لغيك إن سنعنى لغيك إذن على جانب الطريق عندنا هذا السياج الصغير طبعا المكون من النباتات طبعا ذكرنا فيما سابق بأن النباتات تكون مصطفة بهذا الشكل إذن نسميها لها كما نقول السياج فيما سابق أيضا ذكرنا بأن لها ممكن أن تكون من الأشخاص ممكن نتكلم عن أشخاص عدد من الأشخاص أنهم يقفون صفا أنهم يقفون في صفوف طبعا هنا عندنا كما ذكرنا له إذن sur le dessin موانترنا له أو برد الشماء إذن على جانب أو على حافة الطريق إذن كما رأينا عندنا لكما نقول صاحب لدوزيام marchand voyage avec le premier لدوزيام marchand voyage avec le premier إذن نتكلم عن تاجير تاني voyage avec le premier أنه يسافر مع الأول المقصود هنا أنه يسافر مع المقصود أنه يسافر مع التاجير الأول المقصود أنه يسافر معه المقصود أنه يسافر معه التاجير الأول إلا كمبان مدام أنه يسافر معه إذن هو يرافقه أو يصاحبه إذن في هذه الحالة سنقول إلا سنكمبانيو إذن هو صاحبه إلا سنكمبانيو إذن هو رافقه أو صاحبه إلا سنكمبانيو إذن هو رافقه أو صاحبه طبعا نذكرنا فيما سابق بكارك الأخضر أخبرك الأخضر بكارك الواقع أخبرك الأخضر تصدق الشباب الأخضر يتقل بالأخضر للأجليل إشارة للأخضر والأخضر كما نقول للأخضر سيريك. Pour désigner des contemporains de Muhammad qui l'ont connu qui l'ont connu الذين عرفوه personnellement يعني شخصيين أنهم عرفوه شخصيين ولم يحكي لهم فقط كما يحكي لنا et ont été présents ثم أنهم كانوا حاضرين lors des moments importants de sa vie أثناء الأحداث المهمة في حياته إذن هذ الأشخاص نسميهم Companion di Prophet أنهم عرفوه أولا بشكل شخصي هاي ont été présents lors des moments importants de sa vie ثم أنهم كانوا حاضرين في الأحداث المهمة في حياته أنهم كانوا يعاصرون اله الذي يعمل هنا هو كلمة le Companion إذن نتكلم عن صاحب ثم عندنا le verbe سأمتشي سأمتشي دورير إذن تكلم عن مناع نفسه من الضحيك إذن هنا عندنا إسايي دونا پارير إسايي دونا پارير إذن يو حاول بألا يضحك المقصود أنه يمنع نفسه من الضحيك كما ذكرنا سأمتشي دورير إسايي دونا پارير حاول بألا يضحك سأمتشي دورير سأغلالعفر پارير طبعا لعفر المقصود بألا الشاربين سأغلالعفر سأغلالعفر يعني أنك تشد الشاربين أنك تشد الشاربين پارير حتى لا تضحك إذن سأمتشي دورير المقصود بألا سأغلالعفر پارير كما نقول أن يحجز الإنسان شاربه حتى لا يضحك تجب الإنسان الشاربين ديالو حتى لا تبدو عليه علامة الضحك ثم عندنا سورطورني سورطورني إذن تكلم عن استدار تي أسي أنت جاليس طبعا في المؤنة نقول تي أسيز أنت جاليس ثم عندنا ترغغار دفنت ترغغار دفنت أنت تنظر دفنت أمامك أنت عليك أن تنظر أمامك تي أنت جاليس ترغغار دفنت أنت تنظر دفنت أمامك طبعا عندنا الضحك رغغار إذن طبعا المصرف في لبخيز ترغغار أنت تنظر بعد مرة تيجي لبخيز على شكل أمر تقول لشخص مثلا تصار أنت تخرج المقصود بها صار يعني أخرج ثم عندنا مانتون والآن غطور عندنا الأمر تتكلم على الغرب سوغوتورني يعني استادار هنا المقصود استادير غوتورنتوا طبعا هذه السو هي اللي اعطتنا التو كونتون تخفاي عندما نعمل أو نكون في العمل قونا بالوضغوة دو سوغوتورني قونا بالوضغوة دو سوغوتورني يعني أنه لا يكون عندنا الحق في أن نستادير عندما نكون في عمل المدرسي علينا أن نركز على العمل وأن نستادير كونتون تخفاي انا بالوضغوة دو سوغوتورني انا بالوضغوة دو سوغوتورني هنا عندنا سوغوتورني إن استادار ولكن رممكن أننا نشتق من الفعل آخر بدون تسو المقصود بأنك تدير دو كو يغوتورن كما نقول على ماذا هو يدور على ماذا يدور إذن حول ماذا يدور هذا الموضوع مثلا مقصود هنا دو كال سيجي يلساجي بأي موضوع يتعلق الأمر دو كال سيجي يلساجي دو كو يلساجي تسو هذا السؤال يدور حول ماذا من أجل فهم وضعية دو كو يلساجي تسو 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 هذه العبارات تشرح دو كو الرتورن طبعا كما ذكرنا فيما سابق نتكلم على الوذب سرطورني ولكن ممكن أننا نتحدث في حالات أخرى الوذب رتورني كما نقول في الادار دو كو الرتورن هنا عندنا حول ماذا يدور كأننا نتحدث هنا عن الوذب سرطوري ولكن عن دول المعنى دو كو الرتورن المقصود حول ماذا يدور ثم عندنا الفراز الجمل إلنا بلغيا مانجي إلنا بلغيا مانجي إلنا بلغيا مانجي إذن هو لم يتبقى عنده شيء للأكل إلنا بلغيا مانجي هو لم يتبقى عنده شيء للأكل جوني مانجي بنوف ذي ele ظهر للم يتبقى للم يتبقى شيء للعمل لم يبقى للم يتبقى عمل أنا لم يتبقى عندي شيء للعمل إذا لم يتبقى عندي شيء أعمله وأقوم به ألافي للغسل أنا لم يتبقى عندي شيء للغسل ثم أدير للقول أدير عندما نقول مثلا أدير المقصودون لم يتبقى لبعد ما أقوله لا يتبقى عندي شيء أقوله ثم لدينا عبارة من بعيد على البحر من بعيد أنه يتجول هناك قرب أنه يتجول من بعيد نلمح هذا القرب أنه يتجول أدير أدير أنا لمحت طائرة أدير 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 ألمح طائرة كلمة كلمة مذكرة كما تلاحظو أدير 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 التفصيل بحيث انا لدينا البعض وكان في الجميع بحيث اونا لدينا البعض لأننا لدينا هنالبع ضاعة اونا بجد يمكنك أن تكون بالتفصيل لدينا الفضل فإن لم تكن قد تفوئًا لدينا التفصيل ونحن لدينا ماذا بكثير نقول مثلا لا ي lingerie شكرا إلى الكلفه نحن لا يسلم مجددا لا يلسلم مجددا لذا يلا تكلم مجددا نحتاج لك لا نستطيع مجددا مجددا لخشرا إلى الكلفه المسيو أغلسي إلي طمبي أجوني بابي مرم بيشي دوريخ إذا لم أستطيع منها نفسي سأبدأ الأغتغراف طبعا عندنا هذه الأحرف التي تعني الماء إذا كانت لوحدة هذه الثلاثة أحرف أصبحوا جزءا من هذه الكلمات عندنا مثلا لابو الجلد إذا بي معها ثلاثة أحرف إعاء إعاء إذا لابو الجلد ثم عندنا لœشابو إذا عندنا التروش لوشابو ثم عندنا لك RI REPRFin إذا نتكلم عن السكين ثم عندنا لوباطو إذا نتكلم عن القارب ثم عندنا لو hangt w إذا لأه عند آآي ممكن أن تعتmesi أخر الكلمة كما عندنا هنا لوشابو لوكوتو لن تكلم عن السكين لباتو أسفل عن القارب ثم عندنا اللو ثم عندنا أو طبعا في الجمع تأخذ x كما عندنا هنا Un Bobato أسفل عن قارب جميل ثم عندنا De Bobato قوارب جميلة De Bobato قوارب جميلة إذن نتحدث هذه كلمة جمعة ثم عندنا آوازو أسفل عن طائر ثم عندنا لزوازو ثم الطيور وازو نتكلم عن طائر وزوازو نتكلم عن طوير الجمع نضيف X بوباطو نتكلم عن قارب جميل ثم عندنا دي بوباطو قوارب جميلة إذن أضفنا X إذن عندنا غاغل كمان نقول قواعد غاغل كمان نقول قواعد بلوغيال ديمو إذن نتكلم عن جمع كلمات التي تكون منتهبة كيف يكون جمعها بإضافة X ثم عندنا سو سنرى الفرقة بين السو ثم سنرى الفرقة بين السو طبعا هذه الكلمات تنطق بنفس الشكل لكن كتاباتهم متختلف إذن عندنا السو ثم عندنا السو بوباطو سيغلق إذن نتكلم عن قارب جميل على الماء دو بوزوازو سيغل المير إذن عندنا هنا طائر جميلين فوق الجدار دو بوزوازو سيغل المير إذن نتكلم عن طائر جميلين فوق الجدار طائر Bluetooth ian nämlich تقول يضغب جميلين من أج PRO Gallيمün ثم نتكور بيسالة جميلين نتكلم عن طائر جميلين إذن نمتم فقط يلغى بعض النج Middle50 قطرة محبوب محبوب ، فارغة محبوب ، محبوب من خبز , من خبز في كل مصبب ، خبز وفرق ولم نتھره في المسبق قبل ، فالنساء الآن بإمكان المهض تارغة محبوب ، محبوب سنرى تصريف الفعل طبعا السقوط أنه يتعلق بالفاعل عند الحديث عن فعل سقطة فعل سقطة أنه يهم الفاعل الفاعل هو الذي يسقط عندما أقول أنا سقطت أو أنا أسقط هذا يعني بأنني أنا الذي أسقط أو أنا الذي سقط ولست أنا الذي أسقطت شيئا آخر مداما نفعل هذا الشكل سنصريف الفعل معه لكسيليار أتر سنقولون جسو طمبي أنا سقطت تطمبي أنت سقطت إلا طمبي هو سقط ألا طمبي ثم عندنا نصون طمبي نحن سقطنا فوزيت طمبي أنتم سقطتم إلا سون طمبي هم سقطوا ألا سون طمبي هن سقطنا كما ذكرنا فيما سابق عند الحديث عن الأفعال المصرفة مع لكسيليار أتر لأنه يستلزم هذا الأمر لأنه تصريف الفعل أنه يتعلق بالفاعل إذن هو يستلزم أن يصرف مع أتر ومدام أن هذا الفعل أنه يصرف مع أتر إذن طبعا علينا أن ننتبه للجمع وعلينا أن ننتبه للتأنيت كما عندنا هنا إذا قلنا مثلا ألا طمبي كما عندنا هنا إذن هنا علينا أن ننتبه للتأنيت إذن علينا أن نضيف واحد أ لاحظ هنا الوحيدة التي أضيفت لها أ ألا طمبي هي سقطت أو نقول مثلا هن سقطنا ألا سون طمبي إذن هن سقطنا إذن نتبه من أخوة السد الفقران نلتقي في فقرات قادمة أحيكم الله وعلى لقاء قادم بإذن الله